وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإدمان على المخدرات أكد الأمين العام لوزارة الصحة عبد الحق سيحي أن عدد المدمنين في الجزائر تراجع بنحو كبير بعد تسجيل 9000 مدمنين مشيرا إلى أن مصالح وزارة الصحة تعكفوا على التكفل بالمدمن ومتابعته باعتباره مريضا صحيا مؤكدا أن العلاج بمادة الميتادون سيعمم عبر كافة الترابي الوطنية التغطية كانت لروميلة اعتمنا الإسرائيليات بعدما كان العدد كبير 22000 تراجع وأصبحت 9000 وسيتراجع أكثر نستطيع أن نقول أننا أدخلنا مسألة الإدمان في الصحة العقلية لأنها مشكلة صحية قبل ما تكون شيء آخر فالاستراتيجية التي قامت بها وزارة الصحة تعتمد على الأقل على اثنين من محاور المحور الأول يجب التكفل بالمدمن كأنه مريض صحيا وليسا أنه بالشكل الذي يتصورهم الشمع المحور الثاني يجب متابعته حتى يتم إدماجه عاديا في المجتمع ستعمم عبر كل التراب الوطن